في عنوين نشرة الليلة قرار ضمني في اعتداء الزعرور هنا محطة للإنترنت غير الشرعي بالوجه الرسمي انفراج التأليف النجار وزيرا للعدل غيرنا عم يطالب بثلاثة واربع حقائق نحن إذا طلبنا بحقيبة وغير سيادية وحقيبة وزنة وين الغلطة؟ تأليف الحكومة يؤجج استجال الدرزي مع جنبلاط تويتر الذي صدر مني كان تويتر مازح لابد من القبول مازح بالمازح بري يواجه صفقات زعيتر في المطار دولة الرئيس نبيه بري يعطي توجهات عامة أن تجري هذه المناقصات وفقا لأحكام القانون دمقراطية الليلة نحو بيضة جنبلاط في فن الخبر بيروت حوار الضمار وفي ترينز غازعات يتحرر من الحياة تفاصيل هذه العنوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل موسيقى 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 مساء الخير بقرار رياض أبو غيدة قد ترفع الاتصالات إلى وزارة سيادية نظرا إلى وزن حقيبتها المؤتمنة على انترنت غير شرعي وتخابر دولي مهرب وألياف بصرية غير مرئية وخطوط مفتوحة على قبرص فبعد ثمانية أشهر من النفي والدعاء البراءة وتقديم التظلم والتحايل على التحقيق ظهر مستند قضائي رقم اثنين ضد مملكة آل المر ودويلة الزعرور سابقا أدينت قضائيا بتحويل استوديو فيجن إلى سنترال غير شرعي واليوم جاءت الضربة الثانية من قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة الذي قرأ واقعة الزعرور على حقيقتها مستندا إلى إفادات شهود أكدوا تعرض فريق الدولة للتهديد بسلاح غير مرخص والاحتجاز والشتائم ومحاصرة دورية الدرك وانتزاع المعدات التي فككها موظف أوجارو لكن الأخطر من كل ذلك أن القرار الظني ثبت وبشكل جازم وجود محطة انترنت غير شرعي في الزعرور تستمد ساعاتها من قبرص ويؤكد القرار الظني تدخل السيد جابريال المر لدى مخفر ابتغرين للإدعاء أن الحرمي يسرقون المنتجع لكن ما لم يلحظه قرار أبو غيدة أن الحرمي هم الشاكون المتصلون المدعون أنفسهم حيث لم يمر على الدولة أمر من هذه السرقة المخبأة خلف شاشة التي تشتري سكوت وزراء وقضاء وتغويهم بفضائها وإذا كان القرار الظني قد أزاح كل شك عن محطة الزعرور بوصفها موئلا للإنترنت غير الشرعي فكيف ستسلك القضية مسارها؟ في المجرى القضائي فأن عند مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر صلاحيات بينها الاستئناف وتشديد العقوبة أو إحالة الوقائع إلى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومنه إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أما قرار أبو غيدة اليوم فقد جاء ليدعي على ثلاثة أشخاص فقط من موظفي الزعرور بجنح قطع الطريق على القوى الأمنية ومنعهم من دخول المنتجع وأكد عدم الاختصاص في بقية الجرائم لكن هل الزعرور هي ملك لثلاثة حراس مزودين أسلحة غير شرعية وغير مرخصة؟ وإذا كان القرار الظني قد أغفل مسؤولية آل المر فهل من مواطن لبناني لا يعرف أنهم أصبحوا حرمية هذا الزمان بالإنترنت المسروق والمشهود؟ اشتروا من شئتم ودللوا وزراء ونوابا وقضاطا على راحتيكم إلعبوا بهوائكم وبأشياء أخرى ولكن هواء لبنان ليس معروضا للمزاد وسوف تجدون دائما من يقف لاسترجاع حق الناس فما ثبته القرار الظني اليوم وقبله قرار سرقة الستين مليون دولار هو نتاج عمل متواصل بدأته الجديد وتابعت تفاصيله لجنة الاتصالات النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله وبعين راعية لوزير الاتصالات بوترس حرب كل هذا العمل لم يذهب أدراج الرياح وجاءت ثمرته لتؤكد أن أحدا لم يتجنى على آل المر وأنهم سرقوا الدولة أبا عن ابن وإلى الحكومة التي تجنح نحو التأليف قبل الاستقلال والمردة يخيرون الرئيس المكلف بين ثلاث وزارات عندما حكي عن إمكان تأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال خرج من دائرة التفاؤل ليصبح واقعا سيعلن في غضون 48 ساعة فقد تنازلت القوات عن مطلبها بحقيبة سيادية في مقابل حقيبتين وموقع نائب رئيس الحكومة وفي التفاصيل سيعود الوزير السابق إبراهيم نجار إلى وزارة العدل إضافة إلى تسلمه موقع نائب رئيس الحكومة أما وزارة الإعلام فستكون من نصيب القيادي القواتي ملح مرياشي ومن الثوابت الوزارية التي يجري تداولها في الساعات الأخيرة بقاء الوزير علي حسن خليل في المالية جبران باسيل في الخارجية نهاد المشنوق للداخلية ووزير الكتائب ألان حكيم في الاقتصاد وأمام إصرار الحليفين الشيعيين على إسناد وزارة أساسية لتيار المردة ظهرت عقدة الحقيبة وتؤكد مصادر الحليفين أن لا مانع لديها في التنازل عن حقيبة الأشغال لمصلحة الوزير الفرنجي الذي وضع رئيس الحكومة أمام خيارات ثلاثة لوزارات يراها تعكس حجمة الأفريقاء اللي عم تتعطى بتشكيل الحكومة عليها تقدر تأمنها المطلب وتسعى جاهدة اللي بتركيبها هي توازنات وفيه توازنات طائفية وفيه توازنات مناطقية أوقات بتركب الأمور بسرعة وأوقات بتتعقد مثلنا مثل كلها الأفريقاء السياسيين اللي عم بتطالب غيرنا عم بيطالب بثلاثة وأربع حقائب نحن إذا طلبنا بحقيبة وغير سيادية وحقيبة وازنة وين الغلط؟ نحن كمان عنا عضاء بمجلس نواب وعنا وجود سياسة وما بتصور أنه لازم يكون في أي مشكلة عند الأفريقاء الباقيين يلبوا طلب طيار المرادة بها الخصوص فيه ثلاث وزارات حددناهن هنا وزارة الاتصالات ووزارة الأشغال ووزارة الطاقة نحن برأينا أنه نستحق نشغل واحدة منهم يعني وفي بورصة الأسماء المتداولة في الساعات الأخيرة الوزير يسبو صعب وزيراً للدفاع النائب في كتلة المستقبل عن البقاع جمال الجراح لواحدة من وزارتين الاتصالات وهي المرجحة أو البيئة النائب في كتلة المستقبل عن طرابلس محمد كبارة وزيراً للشؤون الاجتماعية بعدما رفضها فرنجي وجنبلات نائب اللقاء الديمقراطي مروان حمادي وزيراً للصحة في حال لم تستبدل بإحدى حقائب الرئيس برري وبحسب مصادر الجديد فإن الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستشهد اتصالات مكثفة لحسم مسألة الحقائب التالية الصحة، الأشغال، الطاقة، التربية والاتصالات حسان الريفاعي قناة الجديد الرئيس نبيه برري يتدخل لإبطال تلزيمات وزير الأشغال غازي زعيتر المخالفة وإدارة المناقصات تنصف الشركات لعدم وجود منافسة في مناقصات تجهيزات المطار تقرير هادي الأمين هذا المستند عرضته الجديد منذ أشهر يظهر فضيحة عقد الإعارة الذي وقعه وزير الأشغال غازي زعيتر مع شركات مجموعة الحمرة بعدما أثار تساؤلات عدة يوم ذاك وتناول الموضوع النائب سيرج تورساركيسيان مدير عام الطيران مع شركة خاصة بيمضي أكيد في أمضى الوزير أكيد المختص والإعارة شو معناتها شي مهضوم يعني بيتبع الأنون الخاص الأنون المجيبات والعقود يعني عقد عم بيقطع عسكري بس لا فيما بعد خط عسكري لا فيما بعد ترسي المناقصة معها الشركة اليوم تظهر صلة هذه الشركة بوزير الأشغال من خلال مناقصات تلزيم أجهزة الحماية التي وافق على دفتر شروطها مجلس الوزراء وأوكل إلى وزالة الأشغال مهمة استدراج العروض ولكن لماذا استدراج عروض بدلا من مناقصة مفتوحة؟ القاعدة العامة هي إجراء مناقصة لإفساح المجال أمام أكبر عدد من المنافسين هذه الصفقة أجريت ضمن الاستثناءات استناداً للمدتين 145 و146 من قانون المحاسبة العمومية صدر عن مقام مجلس الوزراء القرار رقم 114 الذي قضى إجراء هذه التلزيمات بموجب استدراجات عروض عبر إدارة المناقصات لم يستدعي الوزير زعيتر عدداً كبيراً من الشركات المعنية بهذه التجهيزات لتنحصر المناقصة في شركة واحدة هي شركة مجموعة الحمرة ما دفع إدارة المناقصات إلى تأجيلها بعد اعتراض عدد من الشركات ومنها من كان قد زار زعيتر وأبلغه نيته المشاركة نحن من دعيناه مع أنه نحن قابلنا الوزراءنا شخصياً قابلت الوزير وطلبت منه أنه أبدأت اهتمامنا بهذه المناقصات وطلبنا شخصياً أنه ندعى وغير المقابلة الشخصية بعثنا كتب رسمية مسجلة بالله باعت أربعة إذا مش خمس كتابات له وزارة الأشرال نحن بالنقابة عندنا 31 شركة اعتبر نصهم بيشتغلوا بهالكتا ونصهم مهتم تايشيريك وديصاروا عدد كيفية بحقلهم يندعوا قرار إدارة المناقصات بتأجيل موعد الصفقة أن هذه الاستدراجات جرت في شهر عشرة على ثلاث دفعات أسفرت في النتيجة عن بقاء عارض وحيد أو اشتراك عارض وحيد ووفقاً للإجتهادات ديوان المحاسبة العارض الوحيد يعني عدم وجود منافسة للرئيس نبيه بري دور كبير في إلغاء مناقصة فاضحة بطلها أحد وزرائه في الحكومة إذ أن بري ضغط لتطبيق القانون والشفافية في مناقصات كهذه وأنا حسب ما وصل لي خبر وبشكر دولة رئيس مجلس النور بأنه هو شخصياً دخل يوم السابق بيتصل بإدارة المناقصات وطلب أنه تتوقف العملية وتتأجل دولة الرئيس يركز في هذه المناقصة أو غيرها لا تعنيه مناقصة بالذات على تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية ومبادئ العلانية والمنافسة هي نقطة تسجل للرئيس نبيه بري الذي عمل لحماية المال العام من أحد أشهر وزرائه في مخالفة القوانين والقرارات القضائية إذ كان لزعيتر فضائح كثيرة في وزارته في جميع المجالات من المطار إلى التنظيم المدني وغيره فهل يكمل الرئيس بري معروفه مع اللبنانيين فيحاسب زعيتر أم سيسميه في الحكومة المقبلة لا تعود حليمة لعدة الأديم القرار الظني في اعتداء الزعرور في هذا التقرير تبين لقاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة أن فريق مؤسسة أوجيرو قد تعرض لاعتداء بسلاح غير مرخص في محطة الزعرور عندما كان ينافذ مهمة رسمية ومنع من الوصول إلى حرم المشروع وأظهرت وقائع التحقيق وجود أجهزة تتعلق بالإنترنت غير الشرعي في مركز الزعرور للتزلج وقد توجه فريق من أوجيرو للكشف عليها فعثر في داخلها على معدات من بطاريات وكوابل تعود إلى صحون إنترنت وراوتر وكان قد سبق وضبطت أربعة صحون لاقطة في منطقة عيون السمان لمزار إثنان منها موجهان إلى مركز الزعرور للاستقبال والآخران باتجاه بيروت للإرسال ومن ثم فقد تأكد لدى التحقيق العسكري أن الأجهزة في المركزين أثبتت وبشكل جازم وجود محطة إنترنت غير شرعية تستمد الإنترنت من قبرص بدأ فريق أوجيرو تفكيك المعدات فتصدى له مسلحون في المركز ومنعوه من استكمال مهمته قائلين لا أحد يستطيع الدخول إلا بأمر من صاحب المشروع عشرون مسلحا حصروا مظفي أوجيرو واقتدوهم إلى الداخل ووجهوا إليهم الشتائم وأفرغوا سيارات أوجيرو من جميع المعدات المضبوطة لتجرت مصادرتها بما فيها الكوابل تدخل السيد جابريال المر وأجرى اتصالا بمغفر تغرين ليبلغه عن وجود حرمية يسرقون معدات منتج الزعرور فأجابه مسؤول المغفر هؤلاء ليسوا حرمية إنهم مظفوا أوجيرو ومكلفون مهمة قضائية بادر أيمن دقماق من أوجيرو إلى الاتصال للإبلاغ عن مسلحين يهددون المظفين وتوجه رجال الدرك إلى المشروع لكنهم منعوا من الدخول وكانت سيارتها جيب وجرافة وسيارات من الخلف تقطع الطريق ترجل منها عدد من الشبان المسلحين بمسدسات وراحوا يدورون حول سيارة الدرك وسيارة أوجيرو وقال بعضهم ما حد بفوت لهون إلا بأمر من السيد جابي وفي أثناء إخراج المعدات حضرت مجموعة من المسلحين وبدوا يصرخون يا حرمي يلصوص على الرغم من أن المظفي أوجيرو قد عرفوا عن أنفسهم وقالوا لهم لدينا عائلات لا تؤذونا لكنه اقتدوهم إلى مبنى داخل المنتجع واحتجزوهم مدة ساعتين بحسب إفادة المظف عفيف حمود من أوجيرو وبعض اتصالات سريعة ومكثثة أعيد ما استولى عليه المسلحون في الزعرور باستثناء الكبلات فيما احتفظ المسلحون ببعض المعدات المصادرة وأظهرت إفادات الشهود أن المعدات التي فككت أثبتت أنه كان هناك محطة إنترنت غير شرعي في المشروع الزعرور وأن تلك المحطة يمكن استخدامها ليس لخدمة الإنترنت وحسب إنما في أمور أهمها خدمات الاتصالات اللاسلكية من نقطة إلى نقطة أو قاعدة معلومات بين مركز وفارع لشركة أو مؤسسة نقل خدمات الصورة الرقمية كما هي الحال في الكابل فيجين بيع الخدمات والتهرب من دفع الرسوم الجمهورية والمالية للدولة وختم القرار الظني بمحاكمة المداء عليهم ليس المر وهو المسؤول عن الحراسة في الزعرور وعلي الفليتي ومارك صليبة بجونحة قطع الطريق على القوى الأمنية ومنعهم من دخول المتجع ومنع المحاكمة عنهم لجهة المادة الثانية والسبعين أسلحة لعدم توفر عن نصيرها كما أكد القرار عدم اختصاص القضاء العسكري لنحية فعل التعرض بالتهديد والشتم لموظفي أوجيرو جاءت التغريدات على الجبهات الدرزية اليوم لتكشف النقاب عن خلاف سياسي في داخل الطائفة مع أن النائب وليد زملاط الرجل الأقوى في الطائفة نجح في احتواء النائب طلال إرسلان عبر ترك مقعد نيابي له في انتخابات 2009 والوقوف على رأيه في تألف الحكومة لكن الوزير السابق ويام وهاب الذي عمل كمستشار مع إرسلان استطاع أن يغرد خارج عباءة الزعامة التقليدية منذ عام 2005 وبناء حالة داخل الطائفة الدرزية متحالفا مع حزب الله على خط تأليف الحكومة غرد النائب وليد جملاط عبر صفحته على تويتر قائلا إن كل فريق ينتزع ما يريد بالقوة وممنوع حتى التلميح إلى وزارة سيادية هي ملك لكبار القوم وأضاف بعد أن أفرغت وزارة الشؤون الاجتماعية وأغرقت تعرض علينا وتابع جملاط أعلم أن كلامي قد يعكر مزاج البعض في هذا النهار الجميل لكن للأحكام اضطرار لسنا هواة طواحين للهواء لذا أفضل عدم تحجيمنا وأبقائنا في الصحة المستدامة وأعلن جملاط أنه سيسلم الوزير وائل أبو فعور والنائب مروان إحميدي مهمة إعادة تصويب الأمور وأعطائنا الحد الأدنى من الحقوق كوني في الأيام المقبلة في مهمة سفر في مركبة لا اتصالات فيها لتفعيل التأمل التصاعدي رئيس حزب التوحيد العربي ويام وهاب رد على كلام جملاط عبر تويتر أيضا متوجها إليه بالقول بفضل سياساتك يا وليد بيك أصبحنا طائفة هامشية في المعادلة ومنذ الطائف حتى اليوم سمحت أنت بتهميشنا ومنعنا من الوزارات الكبرى وأضاف إذا كنتم رجالا أتحداكم برفض المشاركة إلا بوزارة سيادية وإلا لا اعتبرنا موقفكم هو من قبيل رمي المسؤوليات وتقاذفها وقال أثبت سمير جعجع أنه الوحيد الذي لديه الجرأة لركل السلطة إذا لم يأخذ حقه أما الآخرون فيعيشون على مائدة الحكم ويخافون الموت السياسي خارجه أما النائب طلال إرسلان فساند جملاط في موقفه بتغريدة جاء فيها نؤيد ما يقوله النائب جملاط ولا يجوز التسليم بأن هناك مذاهب فئة أولى ومذاهب فئة ثانية ونقولها بالفم الملآن للدروس فضل على هذه الدولة وما يسمى بوزارات سيادية ليست حكرا على أحد جولة لوزير الخارجية المصرية على رؤساء ثلاثة والنائب وليد جملاط يؤكد تمسكه بحقيبة الصحة أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط ضرورة أن لا يغبن أي طرف في التشكيل الوزرية وشدد على تمسكه بوزارة الصحة كلام جملاط في لقائه وزير الخارجية المصرية سامح شكري أتى ظرف إقليمي وانتخبنا رئيس اليوم نشكل وزارة التأخير ليس إقليمي التأخير محلي لكن يحق لبعض الشرائح المغبونة أن تطالب بحقها بهذه المناسبة فالتويتر الذي صدر مني كان تويتر مازح لابد من القبول المزح بالمزح كنت وفقت عبوزات الشؤون لكن أفرغت الشؤون من شؤونها خلينا على الصحة مش أنتنا نعطي الشعب البنان صحة أفضل وحاملنا رسالة تهنئة من رئيس المصري عبد الفتاح السيسي جال وزير الخارجية على مختلف الأفريقاء اللبنانيين والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي أكد متانة العلاقات اللبنانية المصرية وضرورة تعزيزها مشيرا إلى أن لبنان تجاوز الظروف الصعبة التي مر بها وهو يستعيد اليوم دوره وحضوره وأمل أن يجري التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية نظرا إلى ما يتركه هذا الوضع من انعكاسات إيجابية خصوصا بالنسبة إلى مأساة النازحين السوريين كما كانت كلمة للوزير شكري أهداف هذه الزيارة التواصل مع كافة مؤسسات الدولة اللبنانية لبدء حوار عميق وعلاقة وثيقة اتصالا بأهدافنا المشتركة وبعد لقاءه عون عقد شكري مؤتمر صحفيا مشتركا مع نظيره اللبناني جبران باسيل لقد نجح لبنان بالرغم من كل الضغوط المتزايدة نتيجة الإرهاب التكفيري ونتيجة ضغوط النزوح السوري ونتيجة وجود عدو على حدودنا عدو عنصري يعمم أفكار العنصرية والأحادية بالرغم من كل ذلك تغلبت لغة الحوار والطلاقي على لغة العنف زيارتي للبنان بالتأكيد هي زيارة لتوجيه التهنئة والعراب عن مدى الارتياح والذي تستشعر مصر شعبا وحكومة للتطور الذي حدث بانتخاب رئيس الجمهورية للعمل على تشكيل حكومة وطنية اتلافية وزير خارجية مصر زار كذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعرب إثر اللقاء عن اهتمام مصر بما كانت لبنان كدولة عربية أوروبية وقال إننا نعمل مع تحقيق الاستقرار لاستعادة زخم العلاقات المصرية اللبنانية والتقى أيضا وزير خارجية مصر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ونقال إليه تحيات الرئيس السيسي ورسائل خطية منه للتهنئة بما أنجزه لبنان على صعيد انتخاب الرئيس وقرب انتهاء الاستحقاق الحكومي غازي عاد رئيس هيئة دعم أهالي المعتقلين في السجون السورية سوليد غادرنا اليوم عاد كان أعلن في كانون الأول عام 2010 إزالة خيمة أهالي المفقودين في حديقة جبران واستمرار النضال السلمي في وجه الإهمال الرسمي والوعود الكاذبة ورأفة بالأهالي الذين ثابروا طوال عشر سنوات على الاعتصام حتى الموت كحال سيدة أودات سالم والدة الشابين المفقودين عام 95-85 ريشار وماري كريستين التي رحلت الربيع الماضي عندما دهستها سيارة أمام مدخل الخيمة غازي عاد مناضل شرس في قضية المعتقلين في السجون السورية لم يكل ولم يمل طلب الاعتراف بقضيتهم والسعي لكشف مصيرهم رحل بهدوء تاركا كرسيه المدولب محملا إياه ملف المخفيين قصرا بعدما ترافقا في تظاهرات وإضرابات عن الطعام دعما لأهالي المعتقلين والمخفيين الذين أوصل صوتهم إلى المحافل الدولية في مسيرة النضالية بدأت منذ التسعينيات أدت إلى تأسيس جمعية سوليد والهيئة الوطنية لضحايا الإخفاء القصري اليوم رحل غازي عن بلدته لدليبي التي رأى في مساحاتها الخضراء فسحة أمل في غد مشرق رحل بعد رحلة مظلمة مع تغييب قصري وضغوط رحل بعد صمود في خيمة نصبها عام 2005 أمام مبنى الأسكوة عقب انسحاب الجيش السوري رحل بعد شلل لم يمنعه من الحركة باتجاه الحق حتى بات بطلا يحبه كل من عرفه غير أنه هو خيه بعتبره بطل لأنه بتعاطى أنا وياه كإنسان مناضل كرس كل حياته كرمال قضية وهو ما له علاقة فيها لأنه كان مخطوف ولا عنده حدا مخطوف ولا شي إلو 30 سنة بيشتغل بها الملاف وعدين غازي أنه هالقضية بدنا نكفي فيها نحنا ما رح نتركها لهالقضية وهذا أهم شي عنا أنه نكفي هالنضال اللي قام فيه غازي وأنا بوعد لكل أنه نحنا رح نكفي بالقضية منزل شقيقه الأصغر غصى بالمعزين الذين ما عهدوا سكون منزله وهو الذي كان ينسى ألام الجسد متكان في السادسة والعشرين من عمره بعد تعرضه لحادث سير أصابه بالشلل ليصغي إلى شكاوى محبيه كان حدنا كلنا وبعيونه كان يقدر يقدر يحكينا وغازي كان حمل القضية وحمل الكرسي ومشها ما حل ما كان في حدا يقدر يحمل الهم العالم كما هو حمله تصلك بكلمتان إنسان كتير كتير كبير هو ويريته هون تيقشى على اللي عم بيصير حواليه يوم الجمعة سيودع لبنان بطلا تؤدى لنضاله التحية فهو كورقة خريف سقطت لتنبت حلما في الكشف عن مصير مخفيين لم يقفل ملف قضيتهم بعد جوال الحج موسى قناة الجديد الجديد تكشف ماذا قال أحد أقرباء الموقوف كامل أمهز ولماذا جرى توقيفه في هذا التوقيت تقرير رامز القاضي ما إن وقع كامل أمهز في يد فرع المعلومات حتى كثرت سكاكين التوصفات التي تطلق بحقه من إمبراطور سوق الأجهزة الخلوية المهربة إلى صاحب السجل الحفل بالتهريب وكأن الرجل كان متواريا عن الأنظار في حين أن شركاته والذين يتعاملون معه على طول الخريطة اللبنانية معروفون بالأسماء والعناوين الواضحة هنا يبرز السؤال الأساسي لماذا إذن جرى توقيفه الآن السفير المحتلان رفع الغطاء شيعيا عنه جاء لمحاولته إزالة اسمه عن اللائحة السوداء الأمريكية لعلاقته بحزب الله وذلك من خلال اجتماع له في كندا بممثلين عن جهاز أمني أمريكي ما يعزز فرضية أن الرجل إما محميا بشكل كبير سياسيا وأمنيا طوال الفترة الماضية وإما فعلا بريء لأن مصادر الجمالك تقول للجديد أن سجل الرجل جمركيا فارغ وليس فيه أي شبه قانونية بحقه وأن مدرية الجمالك ستقوم بناء على إشارة القضاء بدهم محاله الذي لم يحدث حتى لحظة إعداد هذا التقرير نشير هنا إلى أنه بسهولة يمكن أن تتثبت الجمالك من خلال سجلات الأجهزة الخلوية ومصدرها وكيفية استيرادها لا تقف الروايات عند هذا الحد إذ جرى تناقل معلومات عن تهريب أمهز آلاف الأجهزة الخلوية في حين يقول محاميه للجديد أن مفاوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى عليه بجرم تهريب أجهزة خلوية من خلال حقبتين في مطار بيروت كامل أمهز بكامل إرادة راح على مكتب المعلومات تم توقيفه مبدئيا أحيل الملف إلى قاضي التحقيق الأول عسكري أمام عطف جرمي من أحد أقاربه نتيجة خلافات عائلية ناتجة عن خلفية بلدية المواطن الأبرز في القضية هو ما كشفه علي أمهز أحد أقارب كامل هو على خلاف عائلي معه بسبب الانتخابات البلدية هل تنتهي القضية عند هذا الحد بخروج أمهز بعدما استجد من كلام لقريبه الموقوف على أمهز أم أن في حوزة القضاء مفاجآت ومعلومات لم يجري الكشف عنها فإذا ثبت تورط أمهز في تهريب هواتف خلوية لسيما تلك التي تخضع لوكلات حصرية كالسامسونج فهذا يعني بأنه متهم بتهريب بضائع مقيدة ناجت من الحجز ما يجعله عرضة لغرامة بعشرات الملايين من الدولارات إذ إن القانون الجمركي ينص على تغريم المهرب لهذا النوع من البضائع من ضعفي إلى ثلاثة أضعاف قيمة البضائع المهربة رامز القاضي قناة الجديد بعد الأعلان التيار السني الأول يطالب بحقيبة ورجل يتزوج كوبرا أهلا بكم من جديد الجماعة الإسلامية في لبنان أنشأت عام 57 أمينها العام عزام الأيوبي تعد واحدة من القوى السياسية الرئيسة في البلاد وهي تتمتع بحضور شعبي وجماهيري في معظم المناطق اللبنانية لسيما في بيروت وصيدة وترابلوس وتنتمي الجماعة إلى مدرسة الإخوان المسلمين الجماعة الإسلامية تعتزم للمرة الأولى إقامة مؤتمرها العام علانية تطالب بحقيبة وزارية في مطلع الخمسينيات أصبحت الحركة الإسلامية في العالم العربي تياراً فكرياً وسياسياً واضحاً وقد انطبق ذلك على لبنان الذي تمثل حينذاك في جماعة عباد الرحمن ومجموعة من شباب طرابلوس أبرزه من نائب السابق الراحل فتحيكاً الثيار الإسلامي اللبناني تأكدت صلاطه وقت ذاك بحركة الإخوان المسلمين في خلال زيارة المرشد العام للجماعة في مصر حسن الهضايبي إلى لبنان عام 1953 وانعقاد المكتب التنفيذي لقادة الإخوان المسلمين في بحمدون حيث حضره ممثلون عن الحركة من دول عدة وفي عام 1964 ولدت الجماعة الإسلامية رسمياً في لبنان وكان ارتباطها الفكري بجماعة الإخوان المسلمين ينعكس عليها أحياناً إيجاباً وتارة سلباً بحسب التطورات في العالم العربي والإسلامي وآخرها سطوع نجم الإخوان في مطلع الربيع العربي لتنتكس بعد سجن محمد مرسي أول رئيس إخواني في مصر اليوم في ظل تطورات المنطقة ولبنان تتهيأ الجماعة الإسلامية لعقد مؤتمرها العام السادس منذ تأسيسها الذي سيكون مفتوحاً للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام كافة ومختلف القوى السياسية اللبنانية والعربية فهل هو انفتاح جديد على الساحة الداخلية؟ نحن 92 كان عندنا ثلاث نواب بالمجلس النواب ومن الثمانينات نحن نمارس دور انفتاحي بالانتخابات بالنقابات بالمهان الحرة لكن أن يطرح الشأن الداخلي أن يطرح الشأن الداخلي وأن يطرح الهموم التنظيمية والعمل التنظيمي أمام الناس هذه القطوة الأولى سنطرح مشروعنا وليرى اللبنانيين كل اللبنانيين هذا المشروع الذي نحمل هذه الحوارات التي نحمل في أدبياتها السائدة لا تتحدث الجماعة عن انتماء سني أو شعي لكنها اليوم تنهمك في إعداد ورقة تفاهم لترتيب البيت السني وهي تعقد لقاءات مع تيار المستقبل والرئيس نجيب ميقاطي وكوان أخرى وفي الوقت عينه ترفض الجماعة أحادية التمثيل للطائفة السنية مطالبة بحقيبة وزارية في الحكومة المرتقبة نعتبر أن من حق الجماعة الإسلامية وهي حزب السنة الشعبي الأول على مستوى الساحة البنية أن تكون مشتركة في الحكومة وأن تكون مساهمة في عملية الإصلاح الجديدة وفي عملية الورشة الجديدة وخاصة أن هذا الموضوع يحكي عن حكومة وحدة وطنية عن حكومة تشرك الجميع مع أن الجماعة لم تؤيد الرئيس سعد الحريري في خياره الرئاسي إلا أنها تبدي ارتياحا كبيرا إلى خطاب القصم للرئيس ميشيل عون وسمة الحريري لرئاسة الحكومة نعيم برجاوي قناة الجديد لقاء الأربعاء النيابي يبشر بالسعي الإيجابي والجاد لتأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال بتفاؤل كبير غادر نواب لقاء الأربعاء عين التيني ناقلين عن رئيس مجلس نواب نبيه بري أمله بولادة قريبة للحكومة قبل عيد الاستقلال لا سيما أن الأجواء الإيجابية تخيم على الجهود المبذولة وفي هذا السياق أكد بري وجود رغبة في تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن لمباشرة ورشة العمل المنتظرة لمعالجة القضايا والملفات الحيوية الملحة إنه بدنا وزارة سياسية خدمتي أساسية تربية أوطاقة كله نارك ستة في ستة وين عم بقوله أنه أنتو في يعني بعد اسمكم ما داول بالحكومة وها هي مشكلة يعني يوم المرضى والكتائب بعد في مشكلة عقسمائه أنه يفوتوا هلا بننتظر الرئيس المكلف دولت وهو بيقول بس وشو قالكم ما عم تسألوه أنتو وين مكتوب لحنا عطول باتصالات إن شاء الله إن شاء الله الخير قال له يا أدو حتى الساعة اليوم هو الاتفاق الثنائي المكتوب القائم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والتباين الحاصل ما بين الفريقين حول مدى الالتزام بهذا الموضوع وعدمه نأمل أن يكون هناك توافق على حل هذه الثنائية ونصل إلى حكومة جديدة تقوم بأعباء مرحلية أساسية منها قانون الانتخاب يعني شيء الأشكالية الأساسية بعد ما نشكلها؟ يعني ما تسألو القوات والعونية من لبها الموضوع إنجاز تشكيل الحكومي قريبا قريبا طبعا لأنه في مصلحة للجميع وأنه ممكن إذا تم تدليل العقبات أنه يكون في حكومة قبل يعني عم يتم تجاوزها في بعض العقب العقب عم يتم تجاوزها أي أن يكن ممكن إذا تم تجاوز العقبات الموجودة ممكن يكون في حكومة قبل الاستقل ولفت نواب لقاء الأربعاء لأن درس قانون الانتخابات وإقراره يندرج في مقدمة الأولويات المطروحة أمام الحكومة الجديدة وإلى فقرة ديمقراطية العوافق يبدو أن حكوميا تلح لحت والإعلان قريب ولكن المفاجأة إذا صحت رح تكون اليس بوصعب بوزارة الدفاع فإذا فعلا صار بوصعب وزير للدفاع كل طلاب لبنان رح ينهوا السنوية ويفوتوا على الجيش ولحقوا على مأزونيات ومن العسكر المأزون مننتقل للزعيم المأزوم وليد جنبلاط تنطبق عليه اليوم رندوحة يا سلوى ليش عم تبكي ولما حملوا ويقام وهاب مسؤولية التراجع الدرزي على مستوى حقائب الحكومة رجع وليد بايك وقال كنت عم بمسح لا مش مسحة وحتى لو اضطر يروح بنص الليل لعند محمد قباني ويوعي من النوم موسيقى 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 عفوا يا قباني انت موسيقى شو عم تعمل انا وليد جنبلاط كيفك يا محمد قباني منيح بس شو عم تعمل عندي بعد نص الليل بعدان وجعتني عفوا يا قباني عفوا بس متل ما بتعرف كل عمري بايديت القبان ولكن بعد تحالف حزب الله والعونية وبعد تفاهم القوات والعونية وبعد مصالحة العونية والمستقبل بطلت انا بايديت القبان اخسرت يا محمد ما اخسرت مبلا اخسرت وشو اخسرت اخسرت بايديت قباني اه صحيح فقلت لنفسي ما الي بجيل عن بايديت قباني يلا اخ اي مريد وليد بايك اخ تركني 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 وننتقل الى فن الخبر مع الزميل شادي خليفي مساء الخير شادي مساء الخير جورج بفن الخبر اليوم الخبر هي بيروت مدينة بيروت وفيلم معنا ما هيك؟ مظبوط فيلم وثائقي عنا يعني من صلة الدوء قدر المستطاع عن هيك أعمال خصوصا مثلا كمان انت جورج كانت خصصت وثائق عن بيوت بيروت التراسية هالمرة يعني انت فرجت هيك وجه جميل ولكن للأسف كان فيه وجه هو شوي محزن كمان ترجم بوثائق جديد رح نتابع تفاصيله بالإضافة لتفاصيل أخبار أخرى مع بعض نعم لكل عاصمة عربية حكايات وقصص من محن ورخاء بالفيلم الوثائقي بيروت لديالوج ديغوين بيروت حوار الضمار بيطل المخرج بهيج حجاج بعدسة مكبرة على تاريخ العاصمة اللبنانية بيروت الفيلم الناطق باللغة الفرنسية بيتناول مرحلة إعادة أعمار وسط بيروت عام 1993 بعد انتهاء الحرب الأهلية وبصور بمشاهد مؤثرة المدينة الجريحة هي وعم تغرأ بالأنقاض والدمار على أنغام لموسيقى اللفة زاد ملتأة وقد عرض الفيلم بمهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية بسينما ميتروبوليس إلى جانب 52 فيلم وثائقي آخر بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية كشف الممثل على ميروبرد دينيرو أنه طلق عرض للجوء إلى مدينة إيطالية وذلك ردا على اللي قاله بأنه سيغادر للعيش بإيطاليا إذا فاز ترامب بالانتخابات ورحب رئيس بلدية فيراتسانو بجنوب إيطاليا بالنجم العالمي إذا أراد اللجوء بأي وقت بيريده بعد خيبته من نتائج الانتخابات أعلن رجل من جنوب شرق آسيا زواجه من أفعال كوبرا وهي بطول 3 مطار مشيرا إلى أنه الأفعال اللي عثر عليها تشبه إلى حد كبير صديقته اللي توفيت قبل 5 سنوات ومن بعد ما شافها الشبه قرر يرتبط ويربط مستقبله فيها الخبر اللي نشره موقع ديليمي للبريطاني قال أنه الرجل يمضي كامل وقته مع الكوبرا بيحضروا تليفزيون سوا بيتنزهوا بالحضائق العامة وحتى بيميرسوا الرياضة مع بعض مع هذا الخبر بنوصل لختم فقرتنا ضلوا بألف خير بعد الإعلان هل يتراجع ترامب عن موعد؟ وأمير قطر أفضل مساهم في الأولمبياد أسواق المال تخشى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب رجل الأعمال الغامض ما أن أعلن فوز مراشح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى سادت حال من الفوضى والهلع في الأسواق العالمية على الرغم من كونه أحد أبرز اللاعبين في عالم المال والأسواق الملياردير صاحب مجموعة ترامب العقرية والذي تقدر ثروته بنحو أربعة مليارات دولار تربع اليوم على عرش صاحبة أكبر اقتصاد في العالم لكن ذلك لم يعطي الأسواق الثقة الأسواق العالمية دائما تخاف من المجهول ترامب هو المجهول اليوم يعني بذات الوقت مش رضيين على الاتفاق النووي مع إيران ومجهة تانية عنده مشكلة مع السعودية والخليج يعني هاي بالمنطقة عالميا مع أوروبا بديرجع عيد التفاوض مع كندا والمكسيك بديرجع عيد التفاوض لأنه هو كتير وان مان شو يعني بيشتغل مثل ما هو بالبزنس بتمشي هاي بالدولة صعبة يتمشي وبالتالي هالمجهول ترامب المجهول بيخلي أنه ناس ما بتعرف إذا لازم تشتري أو تبيع وبالتالي التقلبات الأسواق بتكون كبيرة هاي دي الفولاتيليتي بنسميها بتكون كتير عالي بظروف مثل هاي وحدها الأسواق الروسية ارتفعت أسهمها وانتعشت برصتها وسبب ترامب نفسه روسيا الوحيدة اللي إذا بدك عالميا مبسوطة فيه لترامب أوروبا كتير خايفي منه روسيا خلال الحمل الانتخابيه وكتير عبر عن إعجابه بالرئيس بوتين وبالتالي بوتين حابه كمان وطرح التعاون معه بخصوص سوريا يعني اليوم مشكلة ترامب أكتر رح تكون مع حلف شمالي الأطلسي أكتر ما هي مع روسيا لأنه دول الشمال الأطلسي خايفي منه بلأنه بده يخفف الموازنة طالب من الدول المساهمة لأعضاء بشكل أكبر وبالتالي فيه خوف من هالشي هلأ روسيا ما عنده شي تخسره وإذا ترامب شل العقوبات المطروحة المفروضة عليها من ناحية الكريمية ومن ناحية أوكرانيا بيكون بوتين عمل ضرب رهيب لألو لروسيا ضرب إيجابي يعني تمكن ترامب رجل الخضاط الإعلامية من التحول إلى علامة تجارية في عالم الإعلام والأعمال والأنظار شخصة اليوم إلى علامته التجارية في عالم السياسة الانحلاق قناة الجديد ترامب وعد في حملته الانتخابية بنقل استفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة فهل يتراجع كما تراجع عن وعود أخرى وصفت بالمثيرة للجدل لم تكن تهنئة رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عادية إذ وصفه في رسالته بالصديق الحقيقي لإسرائيل كيف لا يفعل؟ وترامب كان قد وعد بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في أثناء حملته الانتخابية ما يعني الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فوز ترامب انعكس ابتهاجا لدى اليمين الإسرائيلي ودفع زعيم البيت اليهودي نفتالي بينيث إلى القول إن فوز ترامب يعني نهاية فكرة الدولة الفلسطينية فيما راح عدد من قادة اليمين يطالبون ترامب بتنفيذ وعده بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعود ترامب المثيرة للجدل كانت كثيرة إلا أن عددا منها تبخر بعيد فوزه وقبل تسلمه رسميا منصبه في البيت الأبيض لكن الوعد بنقل مبنى السفارة الأمريكية إلى القدس أكده قبل أيام أحد مستشاري ترامب فهل يمضي الرئيس الأمريكي الجديد في وعده؟ لا بعتقد لا كلام ترامب لما كان مرشح ولا كلام مستشاره اليوم من بعض ما صار رئيس ممكن أنه ينصرف هذا كلام من دون أيام معنى من 24 سنة إلى حد اليوم الرؤساء أو الأمريكان قبل ما يصيروا الرؤساء بيكونوا مرشحين نفس الوعد بيعدوه للإسرائيليين واليوم طبعا عم يقل لمنظمة إيباك اليوم أنه نحن حد كنا أنه بيعرف قوة الجالي اليهودي ومدى تأثيرها لكن هذا الكلام ولا ممكن بأي شك من الأشكال يسرب لأنه نقل إلى القدس يخالف أرارات دولية مهمة في هذا الإطار مع أن الكونغرس الأمريكي صدق عام 95 على قانون يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويلزم الإدارة الأمريكية نقل السفارة إليها على أن يجري ذلك عام 99 كحد أقصى إلا أنه منذ ذلك الوقت تؤجد الإدارات الأمريكية المتعاقبة تنفيذ القانون كل ستة أشهر وعلى نحو دوري نعيم برجاوي قناة الجديد الرئيس السوري بشار الأسد يؤكد أن لا خيار لسوريا سوى الانتصار وتجدد الغارات الروسية السورية على محافظتي إدلب وحمى رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيكون حليفا طبيعيا لدمشق وموسكو وطهران إذا حاربت إدارته الإرهاب وفي مقابلة مع التلفزيون البرتغالي قال الأسد إن الخيار الوحيد أمامنا هو الانتصار وإذا لم ننتصر وكسب الإرهابيون الحرب فليكون هناك وجود لسوريا وأضاف إن حزب الله وإيران وروسيا موجودون في سوريا لأن الحرب هناك لا تتعلق ببضعة إرهابيين بل هي أشبه بحرب دولية بالنسبة لنا لтеراكز happiness because the government's administration is not only about the president's it above different powers within this administration, the different lobby that they're going to influence any president. We have to wait and see when he embarks his new mission, let's say, opposition within this administration, as president, in two months at a time. But to always say we have municipal thinking that the United States would be on base, الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد من جهاته أن بلاده لا يمكنها التدخل عسكريا في سوريا كما فعلت في ليبيا بسبب ما سماه اختلاف الوضع بين البلدين وقال أوباما أن على إداراته مواصلة البحث عن حل سياسي في سوريا يأتي ذلك وسط تطورات ميدانية على الأرض السورية تمثلت في تجديد الجيش السوري والروسي استهداف تنظيم داعش في محافظتي إدلب وحمى واستخدمت روسيا للمرة الأولى حاملة الطائرات الروسية أميرال كوزونتسوف في عملياتها وأعلن لكريملين أن وقف الضربات الجوية روسية لأهداف في مدينة حلب لا يزال سريا في الوقت الراهن احتفى اتحاد لجاني الأولمبية الوطنية أنوك بنجومه المميزين في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 موزعا جوائزه على أفضل الرياضيين وأقيم الحفل في العاصمة القطرية الدوحة وعلى غير المتوقع لم تمنح الجوائز للرياضيين الأولمبيين الكبار والمعروفين إنما كانت تكريم لأبطال مغمورين لمعوا في الأولمبياد للمرة الأولى وقدم الأنوك جوائز للجان الأولمبية التي حققت أول ميدالية ذهبية في تاريخها الأولمبي وهي البحرين والأردن واختتم الحفل بمنح الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر جائزة عن أفضل مساهمة في الحركة الأولمبية وتسلمها الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس لجنة الأولمبية القطرية وذلك تقديرا لجهود الأمير الكبيرة التي جعلت قطر مركزا كبيرا للرياضة في المنطقة ولدعمها الحركة الأولمبية وتطويرها الرياضة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومن الرياضة إلى فقرة ترنس مع الزميلة سارات صالحة سارات مساء الخير مساء الخير جوارج بترنس لليوم في تسامح ومسامحة مزبوط مزعل حدا جوارج مزعل حدا مزعلك أنت مزعلتيني إذا أنا مزعلتك لكينا هيدا أنصب يوم تأطلب منك السماح جوارج لأنه على ما يبدو على تويتر تعرف تويتر بعرفنا على تواريخ جديدة وأعياد جديدة فاليوم كان على تويتر اليوم العالمي للتسامح نعرف أكتر عنها العيد وأخبار تانية تابعونا مدام هيك خلاص لكينا ما عادت زعلان منك أكيد ما عادت زعلك أنا مساء الخير تصدر خبر وفاة رئيس هيئة دعم أهالي المعتقلين في السجون السورية غازي عاد التوب تريندينج على التايم لاين طيلة لنهار الناشطين عبروا عن أسفهم الكبير بوفاة غازي ووعدوا باستمرار قضيته يلي حملة جدي اعتبر أن وفاة غازي هي تحرر من معتقل الحياة أما مالك فقال أنه اليوم هو يوم للحزن ومش للسياسة ووعد غازي بأنه مش رح ينسو أيضا وفاة غازي حركت مشاعر السياسيين بأغلبهم وحدتهم ودفعتهم لتذكر قضيته ونعيه على تويتر الرئيس السابق ميشيل سليمان قال غازي استسلم لما شئت الله بس القضية بقت دكتور سامير جعجع قاله استرح يا غازي فنحن لن نستكين في متابعة ملف المعتقلين سامي جميل وصفه برفيء الدرب يلي منتهى أما جبران باسيل فوعدوا أنه القضية مش رح ترحل برحيله وأنه وقت التعب بلش خبر حلو لكن المستخدمين نظام اي او اس يلي صار بإمكانهم يعبروا عن أفكارهم وقارئهم بكل حرية وصدق عبر تطبيق داسك هالتطبيق بيتيح إجراء محادثات فيديو حية بيقدروا يقوموا فيها من دون ما يضطروا يفسحوا عن هويتهم الحقيقية لأنه التطبيق بيعمل على تمويه وجهه وصوت المستخدم القائمين على هالتطبيق بيشوفوا أنه كثير من المستخدمين بيخاف ويعبروا عن أراءهم الحقيقية ومعتقداتهم بسبب تأثير هالشي على علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين أو تأثيرها على عملهم لهك هالتطبيق بيصبح بخلق منصة اجتماعية يمكن من خلال الحصول على مساعدة لإيجاد حلول حقيقية للمشاكل الصعبة وهالتطبيق منه بحاجة لرقم هاتف أو عنوان بريد الكتروني أو أي معلومات شخصية وكل يلي بيطلبه هو اسم للمستخدم وكلمة مرور على ما يبدو أنه اليوم هو اليوم العالمي للتسامح وهالشي أكدوا الهاشتاغ يلي انتشر بقوة على تويتر نشر في المستخدمين عبارات بتحد على العفو والمغفرة والتسامح يلي لازم نحس فيه انتجاه أخطاء الآخرين درعاوي سأل عن اليوم يلي رح يختفي فيه الظلم نكد النساء قبح الرجال ويتحقق العدل دكتور أمل دعت للتسامح ليرتاح ضمير كل شخص أبو فهد قال أنه الحياة أقصر من تحمل غضب يبعدك عن صديق أو قريب سامير اعتبر أنه التسامح مش لازم يكون بنهار واحد وإنما للعمر كله وويفقه بها الرأي محمد يلي قال أنه لازم نتعود على التسامح بكل يوم وما نحمل ذرة كره أو حقد أما الصحافي اليمني غمدان اليوسفي فقال أنه التسامح فضيلة لكنه اليوم ما بيملك تجاه سجينه قاتله ومشارده وأنها التغريدة بهاشتاغ اليمن فلكل المشاهدين يلي زعلانين من أصدقاؤن أو أحبابن عنكم فرصة اليوم للتسامح والنسيان أما نحن فوصلنا لنهية نشرتنا لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالبرنامج وعبر صفحاتي على الفيسبوك تويتر انستغرام وسناب شات وعلى أكيد ما تنسوا توتاج أنهاشتاغ ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة تصبحوا على خير كان في النشرة قرار ظني في اعتداء الزعرور هنا محطة للإنترنت غير الشرعي بالوجه الرسمي انفراج التأليف النجار وزيرا للعدل غيرنا عم يطالب بثلاثة وأربع حقائق نحن إذا طلبنا بحقيبة وغير سيادية حقيبة وازنة وين الغلال تأليف الحكومة يؤجج السجالة الدرزي مع جنبلات تويتر الذي صدر مني كان تويتر مازح لا بد من القبول مازح بالمازح بر يواجه صفقات زعيتر في المطار دولة الرئيس نبيه بره يعطي توجهات عامة دمقراطية الليلة نحو بيضة جنبلات كان في فن الخبر بيروت حوار الدمار وفي ترنت غازي عاد يتحرر من الحياة ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تيفي على الفيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز الموعد الإخباري المقبل يأتيكم عند الحادية عشرة ونصف من هذه الليلة فإلى اللقاء اشتركوا في القناة